لكن احنا الهضرة بركة مشاريع سننمي وسننمي وسننمي الصحراء سكان الجنوب يعانون يعانون يا عباد ربي سكان الجنوب لحد الآن يسافروا بالحافلات يا عباد ربي لو كجلة الناس رأيت خافة ربي هذا وقسم الحافلات نحبسوهم يحبسوا ربي الطروليات مكانش يا عباد ربي حرام عليكم الطروليات هذين يبيسوا يمشوف الصحراء عيب ممنوع من المفروض يخش قانون قانون قال باللي بعد غرداية ممنوع بعد غرداية ممنوع الحافلات ممنوع من المفروض تنقل يكون بالطائرة وبمبالغ رمزية بمبالغ رمزية نشجع سكان الشمال يسافروا للجنوب طيارة 100 الف قال 100 الف ايه 100 الف قال الف دينار ألف دينار جزائري لرحلة في الطائرة أرخص من الطرولي أرخص من الطرولي نشجع السياحة الناس تروح تشوف بلادها الصحراء يعني الطائرة من تزاير الوهرن مليون أو مليون ونصر صلص جميلين لكن من تزاير تمرست مفروض 100 الف نعم 100 الف بش نشجع الناس يروحوا ونشجع سكان الجنوب أنهم يروحوا يشوفوا بلادهم الشمال يعني كاين الناس في الجنوب اللي ما شفوش الجزائر العاصمة ما يعرفوهاش العاصمة أنتهم ما يعرفوهاش سكان شباب ما يعرفوهاش أو ممكن يجوها مرة في الزمان صغار يجوها للبحر يدوهم للبحر مخيم سيفي يحطوهم في البحر يعموا شوية ويرجعوا هذه المظاهر هذه لازم نقضيو عليها باش نقدروا نبنو صح فقة عد سكان الجنوب لازم يكون فيه تقريب مواطن الجنوب من الشمال وتقريب مواطن الشمال من الجنوب شجع اللي رغموا في الشمال يروحوا للجنوب يدروا سياحة السحراوية سياحة السحراوية لا تحتاج إلى فنادق خمس نجوم لا تحتاج إلى فنادق خمس نجوم تحتاج إلى خيم خيم وشوية ما وهذه السياحة الناس يدروا تزلج على الرمال يدروا الرالي في الصحراء تقريبان يدروا مش عارفنا السياحة تقريبان فوق الجبال سياحة السحراوية يا عبد ربي دبي عندهم عشرين كيلومتر صحراء مستغلينها استغلال واحد ينتحر واحد يبدو مسدسه يطلق رأسه يطلق حبة في رأسه دبي دبي قرية قرية دبي قرية امارة صغيرة عندهم عشرين كيلومتر صحراء ما بينهم من باب الشارقة مستغلينها كثبان كثبان تقريبان 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 واحد المدينة تقريبان وانت رايح لسلطنة عمان عندهم واحد المنطقة هذه وين ديرين السياحة السحراوية تلقوهم ديرين رالي تعد المطوة ذوك الدراجات النارية والمطوة عجلات هذو كالصحراء ثم الجمال النصر الطير يصوروا معه الناس مقاهي مطاعم كذا سياحة سحراوية بامتياز دبا فاها فايتتنا خير مننا عدنا السحراء خير منهم وإمكانية عدنا خير منهم النمي والصحراء يعني عنش ما نفكروا ش في هذه الأمور البناء في الصحراء نبنيه في الصحراء سكنات أرض مكانش أير بلوس أدو مكانش الصحراء مفروض ممنوع العمارة في الصحراء ممنوع نبنيه هاكذا يعني البناء الأفقي مش البناء العمودي بناء الأفقي باش نعمروا البلاد السعودية الآن عندهم مشروع هذا في السعودية اللي هو مشروع هذا اللي هو وراه المشروع باش نحب نتكلم عليه اللي هو مشروع اليوم هذا مدينة جاية على الطول هاكذا من البحر الأحمر إلى شطر العرب أو إلى الخليج بحر الخليج راحة هاك مشروع هذا مشروع بعد تتكلم عليه فيه مؤامرة وفيه قضية بعد تكلم عليه لكن مشروع ما دينك معك الصحراء الصحراء الرمال يبنوا فيه مشروع مئات الكيلومترات احنا ما قلناش يبنونا مشروع هذية يبنوا فقط سكنات أرضية خلي الناس تسكن شجع الناس تكنوا في الصحراء وروح نعطيك سكنها باطل 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 روح تسكن باطل روح تسكن باطل ورحلة إلى الجنوب باطل 100 ألف في الطيارة 100 ألف لازم أرى الجير يتخصص ميزانية خاصة لتشجيع السياحة الصحراوية الطائرات لازم يكونوا باطل دينار رمزي 100 ألف تروح تمرست 100 ألف تروح الأدرار 100 ألف تروح الورقلة 100 ألف تروح العين صالح وين حبي تروح الصحراء بـ 100 ألف بي 100 ألف وروح وين تحب 20 تيكي بـ 100 ألف وروح وين تحب تخصص أسطول طائرات صغيرة تعمية راكب والله خاصة بالصحراء ممكن العام لو نخسر ما ندخلش مدقى معليش لكن بعد عام عامين تصبح فيه مدخيل الأمر هذا اللي قلت لكم أن الجزائر تعرض لمؤامرة ومؤامرة خطيرة وخطيرة جدا عوض أننا نفكروا فيها ونركزوا فيها إحنا قاعدين اللي يجي ينع الخوه اللي يجي ينع الخوه قال باللي اللي يقبلنا هذا كلها ما يسوى وبصلها الله ما يسوى الغريب في الأمر لما تكون هذه تولي ثقافة عند المسؤولين أصبح الثقافة عند المسؤولين يعني واحد اللي يعني كم يقول لك الناس واحد كين نسمعوا واحد كيما هذا يا خليني نسمعوش را يقول بعدك سكت دهرا ونطق كفرا أنا كنت نحترمو وما زالي نحترمو ولكن نقول له من العيب والعار يا سيغالي أنك تدخل في هذه اللعب التافة هذا يعني اسمعوش را يقول سيغالي هذا ما بعد نعلق أنا أقول لكم عالمو أنا اليوم معوّل عاقلة طول سبير بوحي اليوم اسمعوش را يقول هذا لكنا في الماضي كنا كانت شعارات الشباب الشباب اليوم هذا ما هي شعارات هذه القول وعمل والمؤسسة مؤسس الدولة ومبينها المجلس الأعلى للشباب عنده كل الصلاحيات بايش يفرض كلمتاعه بايش يوصل صوت الشباب إحنا كنا في الماضي كنا كان هذا سي رئيس المجل الشعبي الوطني الرجل الثالث في الدولة الرجل الثالث في الدولة رئيس المجل الشعبي الوطني قال لك باللي إحنا بكري والله هو رأى يقصد بهوما مش إحنا خاطش هو كان خاطئ هو كان مسكين كان في الغردية واحد ما يعرفه خنادروا حقيقة تزعفوه شو ليزعفي درباصه الحال هذا قال لي هذا كان في غردية واحد ما يعرفه ما قاش لشخصية وطنية مجاهد مش عارفنا عالم العلماء الجزائر واحد ما يعرفه كان نائب في المجلس السعبي الولائي في غردية ترشح نائب في المجلس الشعبي الوطني قضية توازن جيهوي قال عمرنا ما درنا رئيس مجلس من بني مزاب لازم ندير واحد مزابي باش توازن لقبال العربون بني مزاب آية سيندير واحد مزابي رئيس مجلس الشعبي الوطني من المفروض نتاسي إبراهيم مفروض نتاسي غالي مفروض نتاسي غالي رئيس المجلس الشعبي الوطني مفروض يعني تحافظ على المصدقية اللي عندك وتحافظ على المكان اللي عندك اللي نحترموك ونقادروك لأنك ماكش متلوث بسياسة الخرطولوجية على فلان ماكش ملوث بسياسة احنا بكري انتع جمعت اللي حزبو روحان غيره هما مجاهدين يتاثر معاه احنا وقت الثورة احنا كنا وكنا وكنا هو كان مع الحركة بعد كذو كيلعب هالي مجاهدوا يقولك احنا كنا وكنا لأن المجاهدي الحقيقيين 99.96 ماتوا اللي بقاوا هذو كانوا متخبين تحت الزورة ما نبدوش ان نبلعطوا ببعضنا بعض اذا انت يسير غالي من المفروض انك تكون اكثر موضوعية كنت ساكت يا اخويا وكنت شاد سابعك بقى شاد ساكت يعني انت اذرك الانس ابراهيم تنتقد بكري كانوا اقوال بركة كانوا غير يهضروا خرطي احنا اذرك افعال عيب بكري وقت بودفليقة ووقت المجلس الشعبي اللي فات ووقت كذا ووقت كذا كانوا هاردرا برك خرطي برك والشباب والشباب احنا اذرك فعل انا نخدمه ايه واش قدف اشتركوا في القناة